يقول قائلا سيدي الميزانية متاع الثقافة وزارة ثقافة محافظة على التراث في تونس قداش تمثل من ميزانية الدولة عندكم شى فكرة هكا استيميشون هي قوية قوية سنة راو صنة ال 0.8 في المياه 0.78 بالضبط على خطر عام ناول كنا في 0.66 نحن نحن نحسبه من 2009 واقوى عام فيها 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 النسبة يعني بتاع التنمية فيها اقوى عام سمحوني وان طلعت نسبة الثقافة في ميزانية الدولة كان في قانون مالية 2011 تم قيم به في 2010 وصلت 99 بالمئة لا مش قانون التكملي بتاع 2011 تعمل بعض الثورة بعض الضغط كبير هذا المشكلة بتاع 35 في المياه نفقات تنمية هي كذبة سعب عليش على خاطر 35 في المياه يمثل فيهم تمثل فيهم مدينة ثقافة تقريب اكثر من نصف معنتها كي يجي شوف الاخير ما تلقاش حتى 15 في المياه ميزانية التنمية اذا كانت تطرح الاموال للمرسودة المدينة الثقافة اللي هي اموال كبيرة ومدينة الثقافة في شارع محمد الخامس في تونس خامس لي كليت كليت وقعدة تاكل ونيس تاكل منها وما حد نوصل لحد شيء حتى حد سونيا مبارك قالت باش تعود تحيها يعني ما هي قاعدة منذ سنوات اللي حتى مكتوب عليها مقبرة الثقافة مكتوبة على الحيط اللي براني بتاعها نجمو اي مواطن يشوفها مقبرة اموال ثقافة وبعد شلي مقبرة هو الوكال الاموال اللي ترزدت لشي هذك رقعنا بي بعض حقانة من يذد من انا معا مدينة الثقافة ولكن ثم نوع من التخطيط ثم فراغات مهمة اهم بكثير من مدينة الثقافة فضيحة اللي واقع في سفيقس سفيقس بلشبونية تحتية عاصمة كي سفيقس بالامكانية بالدورة الاقتصادية فيها بالثراء متاع اهلها رب يزيدهم فهمت وهي معناتها صحرة ثقافية معناتها لا يعقل انا مدينة معناتها في حجم سفيقس اقتصاديا وتكنولوجيا وماليا وكل شيء فيه شقعة سينما معناتها شيء معناتها يسخف معناتها يغيذوني اهل السفاقس خطر يستاهلوا اكثر من شيء هذائب كثير ولكن هم أبيدهم يدفعون لخطر المشكلة وليس في الدولة بركة زادة مشكلة فينا في ارادتنا احنا كمواطنين في دفاعنا على القطاعات الحياة اللي هي تنورنا مدينتنا اللي هي تخلينا نعيش بحياة عادية ما تماشي كان المال والقيمة المال هي القيمة الوحيدة الحياة الجماعية الحياة الفكرية الحياة الثقافية الحياة الجماعية حاجة اساسية لما تشوف اشتغضق سفيقس على فرق الرياضة نطيحها واشتغضق على الابداع والفن ترقى شيء ما يتنسبش على بعضه نهائيا مع هذا